ماذا كان اسم هذا البرنامج الذي يحزف الملفات المكررة؟ ماذا قلت؟ سي؟ زي؟ بطيخة؟ ماذا تعرفني؟ طلع من رأسي لا حول ولا قوة ألا بالله يعني هذه صاحبنا ضروري يضع أسماء برامج خنفوشارية الواحد يروح دين من وراها يلا بسيطة خلينا نشيلهم هلو المعلوم ما عد إلهم داعي السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم المطورين وقت اللي بيكونوا عمالهم يعملوا برامج أو يكتبوا برامج فبيكون في عندهم أولويات فمثلا أنه البرنامج يشتغل بالشكل المطلوب منه هذا أكيد رح يكون إلو أولوية أكتر ما أنه البرنامج يكون إلو واجهة عصرية أو في إلو حركات وما بعرفيش أو أنه البرنامج يكون خالي من الأخطاء أو خالي من الباكس فهذا رح يكون بالنسبة للمطور أهم من أنه يقعد يدور على اسم برنامج يكون سهل أنه الناس كلها تتذكرها تتذكروا اليوم رح نشوف برنامجين لمطور بولندي اسم المبرمج يعني لسه ماله بسهولة البرامج اللي عاملها المبرمج اسمه رافايل أو المطور أو رافال أي أن يكون اسم البرنامج المطور فالبرامج اللي عاملها في عندي برنامج لحزف الملفات المكررة أو والبرنامج الثاني هو لإعادة تسمية عدة ملفات بنفس الوقت أو البالك رينايمينج طبعا الروابط رح تكون موجودة بسندوق الوصف اللي هي كلها موجودة على الجيت هاب بالنسبة للبرنامج الأول اللي هو برنامج حزف الملفات المكررة اسمه C-Z-K-A-W-K-A لا تسألوني عن اسم البرنامج لأنه أنا بالأساس ما بعرف كيف يلفز هلأ بحسب المطور أنه هاي الكلمة يعني في قلها هي كلمة بولندية بتعني something حتى لو حطل لي اسمها وحطل لي كيف تلفز ما رح تطلع معي ولسه هذا البرنامج أو هذا الاسم أسهل من البرنامج التاني اللي هو برنامج إعادة التسمية التاني اسمه C اللي اسمه S-Z-Y-S-Z-K-A ما بعرف كيف تلفز رح نسمي البرنامج الأول موزة والبرنامج التاني بطيخة طبعا أنا ما عملي اسخر استهزئ بالمطور بس الأسماء خنفوشارية خلينا نشوف هلأ بالنسبة لكيفية عمل هدول البرنامجين فهي بسيطة وهن الاتنين فيه لهم واجهات رسومية بالنسبة لبرنامج موزة أو برنامج برنامج حزف الملفات المكررة فيني أني استخدمه من الترمينال أما برنامج بطيخة عفوا برنامج حزف الملفات برنامج إعادة تسمية الملفات فهو بس عن طريق الواجهة الرسومية كيفية الحصول على البرنامجين بغاية البساطة وهي البرنامجين هنن متاحين على كافة المنفسات موجودين على لينوكس موجودين على ويندوز موجودين على ماك فأنا لحتى نزل أي واحد منهن بكفي أني روح للجيت هاب الخاص بالبرنامجين اللي مثل ما حكيت رح يكون موجود بسندوق الوصف وعلى يمين الشاشة رح لاقي في عندي كلمة release أو releases فأنا بيجي مثلا بحالة برنامج بطيخة برنامج إعادة التسمية في عندي الإصدار الأخير اللي هو الإصدار الإصدار 2 فأنا بيجي للrelease هلا بيجي للassets وبشوف أنه في عندي في عندي لللينوكس في عندي بالنسبة للبرنامج بطيخة فهو موجود بنسخة او بالنسخة العادية في عندي نسخة الماك في عندي نسخة الويندوز فأنت بالاعتماد على المنصة اللي عندك بتنزل النسخة المناسبة إلك بالنسبة لبرنامج موزي فنفس الوضع بيجي على يمين الشاشة بيجي لعندي releases ومنهم بروح لreleases وبيجي لآخر إصدار اللي هو أربعة واحد مكتوب عليه لاتست فكمان بيجي للassets وبنزل النسخة اللي بديها متل ما حكيت بالنسبة بحالة لينوكس برنامج موزي في عندي نسختين في عندي نسخة الترمينال وفي عندي نسخة الـ GUI فأنا بس بضغط على البرنامج وراح ينزل لي إياه فأنا بعد ما نزلته كيف بدي أفتحه بيجي لمدير الملفات أي كان اللي بتستخدمه أو عن طريق الترمينال ممكن إنك تساويها فأنا رح استخدم الـ PCMAN FM أنا هاد الملفات نزلتها بالـ download فلحتى افتحه أول شي لازم إني أعمله executable فهن هدول البرامج الثلاثة برنامج موزي نزلته بالنسختين بس نحن اليوم بس رح نستخدم الواجهة الرسومية فبضغط عليه بالزر اليمين بيجي للخصائص لازم إني أعمله executable مثل ما حكيت بالبداية فبيجي للـ permissions وبغير بالنسبة للـ execute إذا كانت nobody أو ما في عليها أي شيء بغيرها بغيرها للـ only owner أو للـ every للـ anyone بهذه الطريقة صار ممكن إني أفتح البرنامج هلأ إذا كنت بدي أعملها من الـ terminal فرح إيجي للـ terminal بيجي للـ download ورح قل له ch-mode plus x c-z اللي هو موزي وين هو برنامج موزي خلينا نشوفه linux كان اسمه c-z-mose c-z اللي هو تعمل له ch-mode plus x بهاي الطريقة صار ممكن أنك تفتحه نحن اليوم ما رح نقرب على الـ terminal خلينا نرجع للـ PCman FM بعد ما حولته لـ executable أما بضغط عليه ضغطين وبقول له execute هلا فتح لي البرنامج فالمتن ما لي شايف هو عبارة عن برنامج بسيط ما في أي تعقيدات هذا البرنامج بيسمح لي أني دور على ملفات المكررة بيسمح لي بالخانة الأولى بيسمح لي أني دور على ملفات المكررة بيسمح لي دور على المسارات أو المجلدات الفارهة بيسمح لي mai شوف الملفات بالأحجام كبيرة إذا في عندي ملفات فاضية ملفات مؤقتة صور متشابهة صور شبيهة ببعضها فيديوهات شبيهة ببعضها موسيقى مكررة إذا في عندي أي ملفات معطوبة أو مضروبة أو سيئة فبيدور لي عليها كلها فأنا لحتى ضيف مسار جديد أو مجلد جديد بيجي لزر آد اللي أنا شايف أني ضيف مجلد بس رح نحسفه فأنا بيجي لزر آد وبعدين بروح للمجلد اللي بتوقع أنه في ملفات مكررة فعلى سبيل المثال لنقول أنه أنا بمجلد pictures to اللي موجود عندي هون بعرف أنه في عندي كتير صور مكررة فرح افتح هذا المجلد رح قل له أوكي هلا شايف أنه حدد لي المجلد هلا رح نحدد duplicate هلا شو هي الطريقة اللي بده يستخدمها لحتى يحدد أو يقرر إذا كانت الملفات مكررة أو لا في عندي ثلاث وسائل بلي check method في عندي الهاش هاي الطريقة ما بتعتمد على اسم الملف أو على حجمه وإنما بتعتمد على الهاش الخاص بكل ملف من الملفات وبتعمل عملية مقارنة بين الاتنين هاي بتعطيني أفضل النتائج وخاصة إذا كنت محمل كتير صور من الإنترنت فكل صورة فيه لها هاش خاص فيها فأنا بطريقة الهاش رح حددها ورح قل له search هلا متل ما اللي شايف أنه عطاني كل الملفات اللي هو بيتوقع أنها مكررة هلا الصورة الملف الأول هو الملف الأصل والملف الثاني هو الملف المكرر على سبيل المثال فهلأ أنا هون شايف أنه هدول الاتنين موجودين باسمين مختلفين بس بنفس المسار الأساسي لكن لو جيت للنتيجة اللي بعدها شايف أنه الاسمين مختلفين والمسارين مختلفين الاتنين المجلد الأول والتاني موجودين ضمن المجلد الأساسي اللي هو picture بس موجودين ضمن مجلدين مختلفين هذا الكلام مراجع لأنه أنا آيله محدد علامة الركيرسيف لحتى يعمل بحث مجلد ضمن مجلد فأما لو شلت هاي الإشارة فهو ما رح يعطيني أي نتائج لأنه بالأساس لازم أني حدد مجلد واحد لحتى يدور فيه على النتائج أما بعملية الركيرسيف فهو بيدور ضمن المجلدات الموجودة ضمن المجلد الأصل طيب هلا أنا بعد ما حصلت على كل النتائج كيف ممكن هل من المعقول أني أقعد وحدد كل واحد بدي أحسفه واحد ورا واحد لنقول أنه في عندي عشرة آلاف صورة مكررة فهل من المعقول أني حددها واحدة وحدة لا بيجي لأسفل الشاشة بيجي لعند select وفي عندي عدة خيارات في عندي إما أني حط وسيلة تحديد مخصصة أو أسلوب تحديد مخصص أو أني حدد على سبيل نسال كل الملفات ما عدا الملفات الأديمة هلأ بحالة هذا المجلد لأن الفاتحه ما رح يزبط لأنه عندي كل الملفات بنفس التاريخ وبنفس الساعة بس هلأ لنقول أنه بدي حدد كل الملفات ما عدا الملف الأديم أو كل الملفات ما عدا الملف الجديد مثل ما ليشايف ما غير لي أي شيء هلأ رح نشوف مثال تاني كيف رح يعطيني اختلاف بالأوقات هلأ ممكن كمان أني حدد ملف واحد إلا حدد الملف الأديم فقط أو الملف الجديد فقط أو أني اعكس عملية التحديد أو أني حدد كل الملفات أو أني ما حدد ولا ملف طيب هلأ خلينا نختار مجلد تاني في عندي ملفات بتواريخ مختلفة فرح احذف هذا المسار رح ضيف مسار جديد رح اجي لل documents رح اجي لل documents ورح ضيف رح قل له ok رح قل له search هلأ خلينا نشوف في عندي الملف الأول والملف التاني هدول الاثنين بتواريخ مختلفة فهلأ لو قلت له select انه الكل ما عدا القديم شايف انه حدد لي الملف التاني لانه احدث من الملف الاول طيب هلأ لو اجيت وقلت له الكل ما عدا الحديث شايف انه حدد لي الملف الاول لانه الادم بهاي الطريقة انت ممكن انك تخلي واحد من الملفين او تخلي الاثنين مع بعض ممكن انك تخلي الاقدم ممكن انك تخلي الاحدث ففي عندك خيارات لا متناهية نفس الكلام رح ينطبئ على الصور فلو اجينا لل similar images خلينا نرجع للملف المثال اللي كنا عملنا نشوفه بالبداية فلو اجيت لل pictures تقول له اوكي هلا بحالة similar images بالنسبة لل select في عندي خيارات مختلفة فممكن كمان انه يخليلي كل الصور او يخليلي الصورة اللي حجمها اكبر اذا في عندي صورتين متشابهين فرح يخليلي الصورة اللي حجمها اكبر او الصورة اللي حجمها اصغر وبالنسبة للخيارات التانية فهي متشابهة فهلا هون متل ما يشايف انه في عندي صورتين هلا هدول الصورتين الاختلاف بين هون وين هون في عندي عدة صور الصورة هاي والصورة اللي بعدها هدول نفس الصور بس الاختلاف هو بالحجم فعندي واحدة أكبر من الثانية فأنا لو قلت له أنه خليلي لو أجينا select لو قلت له خليلي بس الأكبر أو عفوا بس الأصغر شايف أنه صورة الكبيرة ما حددها وحدد لي الصورة الصغيرة طيب أنا كيف ممكن أن يحدد أحجام الصور اللي بدي إياها لو أجيت أو الصور أو الملفات لأنه هذا البرنامج ما بس بيشتغل على الصور بيشتغل على الملفات النصية بيشتغل على ملفات TXT بيشتغل على مجموعة كبيرة من الملفات طالما أنك مختار طريقة البحث اللي هي الهاش إذا كان بدك تختار size فهو ما رح يشوف شو محتوى الملف بس رح يقارن الأحجام بالنسبة للأسماء رح يقارن الأسماء طيب أنا لو بدي أحدد أنه البرنامج يدور على ملفات يكون حجمها لا يقل عن الرقم الفلاني أو لا يزيد عن الرقم الفلاني فلو أجيد للتبويب الأخير بالبرنامج اللي هو فأنا ممكن أني استثني مجلدات أو مسارات من عملية البحث ممكن أني استثني محددة وممكن أني حدد بالخيار الأخير الحجم الأصغر والحجم الأكبر للملف العمالي يدور عليه طبعا الحجم رح يكون بالبيت وليس بالكيلو أو بالميجا فمسلا أنا هومتوك يعني أنت بتحط الحجم اللي بتلاقيه مناسب وبتخليه يدور لك على الملفات اللي بدك ياها هذا بالنسبة للبرنامج الأول برنامج موزة أما بالنسبة لبرنامج بطيخة فالتعامل معه رح يكون مشابه جدا فأنا بعد ما أفتح البرنامج بعد ما عملته إكسيكيوتابل فرح يجي وقال له ضف لي الملفات أد فايلز رح يجي للبيكتشيرز تو رح يجي لأي مجلد ضمن هدول المجلدات رح اختار مثلا الديبين ورح أحدد كل الملفات الموجودة فيه ورح يجي وقال له اوكي شايف أنه ضف لي كل هاي الملفات طيب هلأ لازم نحط القاعدة اللي على أساسها رح تتم عملية إعادة التسمية فرح يجي وقال له اد رول في عندي عدة طرق أو عدة قواعد ممكن أني أختارها في عندي الأسلوب المخصص إذا في عندها طريقة معينة حابب أنك تسمي فيها فممكن أنك تختارها في عندي بريسيتس فمسلا إذا كنت لبدل الأحرف الكابتال للور فممكن أني حددها الأبر كيس لللور كيس فبقل له أنه حدد لي واحد أو الثاني إما بدي يغير بس الاسم لوحده أو الاسم لوحدها أو الاسم مع الاكستنشن مثل ما اللي شايف بأسفل الشاشة عم يعطيني عملية عرض للنتيجة النهائية فقبل وبعد كيف رح تكون النتيجة لو غيرته بس للأونلي ليم رح شوف أنه الاسم الأول أو الأحرف اللور كيس كلها تحولت لأبر كيس في حين أنه الاكستنشن ما تغيرت لو كان بدي أحذف قسم من اسم الملف بدي أحذف الاسم أو بدي أحذف الاكستنشن أو بدي أحذف الاتنين ما بعض ليش ممكن يخطر على بالك أنك تحذف الاسم والاكستنشن يعني روحت الملف بالكامل ما بعرف بس الخيار موجود فهذا الخيار ما رح نقرب عليه لنقول بدي أضيف رقم قبل أو بعد اسم الملف كما ممكن أن نحطها في عندي بي فور وفي عندي آفتر بقول له من أي رقم بدي يبتدي عملية الترقيم أو الإضافة وشو هي الخطوة بين الرقم واللي بعده فلنقول أنه أنا بدي أبتدي الترقيم من الواحد وبدي يكون عندي بين كل رقم أو كل ملف واللي بعده زيادة بمقدار واحد زيادة بمقدار اثنين فبحط الرقم اللي بيناسبني إذا كان بدي أضيف نص مثلا بدل الرقم فممكن أني أضيف نص إذا كان بدي أستبدل حرف بحرف أو كلمة بكلمة فكمان ممكن أني أعملها على مستوى الاسم أو على مستوى الاكستنشن أو الاتنين ما بعض إذا كان بدي أحذف قسم معين من النص فكمان ممكن أني أحذفه فنحن رح نجي بهذا المثال لموضوع أني أضيف بس رقم ورح أقل له add rule فرح شوف أنه حدد لي أنه صافي عندي الاسم الأديم اللي هو 00 ضاف قبله 1 بالنسبة للبالون ضاف قبله 2, 3, 4, 5 وبهياد الشكل طيب أنا ما عجبتني هاي القاعدة ممكن أني أحذفها ممكن أني ضيف قاعدة جديدة لنقول بدي أبدل الأحرف بالأبر بالأبر للور كيس فرح أقل له أبر لور ورح خليها بس على مستوى اسم الملف وليس الاكستنشن رح أقل له add rule فمثل ما اللي شايف أنه كل الأحرف اللور كيس تحولت لأبر كيس تأكدت أنه هاد الاسم اللي بدي حطه رح أقل له start renaming هلا عما لو يسألني إذا كنت متأكد رح أقل له أوكي وبهذا الشكل رح شوف أنه الأسماء تغيرت خلينا نتأكد لو رجعنا وفتحنا الPC man FM لو أجينا للPictures 2 وأجيت للDpin شايف أنه كل الأسماء صارت بأحرف capital فهلا أنت إذا كنت محتاج لبرنامجين ما بتعرف شو أسمعه هون أو بكرة أو بعد خمس دقائق ما رح تتذكر اسم البرنامج بس بتعرف شو هي وظيفته فلا تنسى أنك تشيك على برنامج موزي وبرنامج بطيقة بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله